بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف الخالق والمرسلين. الفيديو ده هنتكلم فيه عن كزا نقطة بنقرم بالنتاج الحل. هل لو الكاميرا عمدي زي ما احنا شايفين كده دخلها جوة العمود او وقفة على وش العمود. اه تفرق معي في نتاج الاناليسز. هتفرق اصلا في البلاطة. طيب لو ما كانتش سيمبل وكانت مستمرة. هل هتفرق معك في حاجة هنا? طيب لو احنا شغلنا كمان يعني الكاميرا دي لو عمل لنا طبعا ده هو ده نفس نفس بس احنا فيه كاميرا كاملة من اول الاخر ودي كاميرا متقطعة. تمام? هتلاقي ان بتشتغل معك لما انت تقطعت الكاميرا عند الصبورتات. لكن هي مش مطفوعة اصلا ما فيش يعني شايف هنا تشغلها هي تولى الخط الاسود ده. اللي هو يبدأ يزهر لك او العناصر اللي عندك مومنت وشير على وش الركيزة. لكن هنا كان منها متاخد واحد زي ما احنا شايفين من الاول للاخر. مهما تعمل مش هيشوفها. لازم تقطع عند الصبورت عشان تبدأ تتشاف هنا. خلاص? طيب احنا دلوقتي هنمشي على حاجة حاجة هي الفكرة كلها زي ما قلت لك ان الموديل اللي هنا ده ده الكاميرا زي ما احنا شايفين كده دخل جوه لكن الكاميرا هنا على الوش وكده كده احنا مستخدمين في كل القطاعات. يعني كل الاعمدة متعرف لها احنا بس هنعملكم يعني كزا موديل زي ما احنا شايفين كده حيث نشوف النتائج. هل العزوم هتبقى فيها فرق من هنا او من هنا. ولو مستمرة وموضوع برضو هنشوف هينصر معنا ازاي. خلاص احنا هو خلاص الموديل هيبدأ يحل اهو. انا اول حاجة ظهر معي هنا هي تمام? لو انا جيت اقول له مسلا نتيجة ايه حالة? نتيجة الالتنبيد مسلا. انا عادة شوفها بطة البلطة ده. او الترخيم اللي حصل. هجا اقف هنا هتلاقي ان طالع معاك بتمانية وستة من عشرة ميلي. تمام? لما تيجي تقف هنا هتلاقي اليوزة ده طالع معاك بتمانية وسبعة من عشرة ميلي. فانت بتتكلم فرقا من بعد العشرة ميلي فدي ارقام صغيرة لا تسكريا. ما اعتبرش فرق. هنا هتلاقي في البلطة المستمرة ده سبعة وستة ميلي لكن هنا سبعة واربعة من عشرة ميلي يعني برضو احنا في حدود السبعة ميلي ده سبعة واربعة وده سبعة وستة. طيب بالنسبة ده لو انت البلطة عندك فيها تشغل هتلاقي نفس البتاع سبعة واربعة دي مطلعة معاك سبعة واربعة دي مطلعة معاك سبعة واربعة ودي مطلعة معاك سبعة واربعة يبقى انت دي سبعة وستة دي سبعة وستة والبقى كله سبعة واربعة. صح? فانت الكاميرات سبعة عملت لها اما عملت لها اه هي دي بتطلع نفس النتائج دي بتطلع نفس النتائج دي في ده فرق بسيط بس بتتكلم في اتنين من عشرة ميلي وخبالك ده رقم لا يسكر يعني تمام? اه لو انت قطعت الكاميرا على وش العمود زي ما احنا شايفين كده. لكن ده كان الكاميرا ماشي جوا العمود. هنا برضو نفس الموضوع لو الكاميرا مشت فوق السبورت او تقطعت عنده هتلاقي الموضوع زي ما انت شايف كده. ابدأ اظهر بقى العزوم بالشكل ده. نتيجة الحالة خلاص. الحالة مثلا نتيجة العزوم دي هتلاقي ان الامة تلاتة تلاتة على الكاميرا دي تلعب تلاتة واتنين من عشرة. هنا تلعب تلاتة وتمنتاشر من مية. هنا هتلاقي ان العزم بيورب بوسط في عوض ما فيش نيجة طالع معك باتنين ستة وسبعين. هنا ده اللي هتلاقيه قليل شوية طالع باتنين تمانية وتلاتين. فهتلاقي ان الكاميرا هنا العزوم بتاعها اعلى شوية من دي. يعني انت عندك العزوم بتاع الكاميرتين دول اعلى شوية من الكاميرتين اللي هنا دول. تمام? وهتلاقي ان الفرقات هنا مش كبيرة يعني نحن بس عايزين نشوف حاجة لو انا جيت وقفت على الكامرة دي كده خلاص هتجي هشوف بس اللينس كده هلاقي اللينس هنا كام تلاتة وستة والعزم طالع اتنين ستة وسبعين طب انا لو جيت افلت ده وفتحت ده هلاقي اللينس هو حاسبهولي كام هتلاقي اللينس باربعة واخبالك بدل تلاتة ستية ليه ده تلاتة ستين وده ليه اربعة لان ده من لكن ده من وش للوش والعمود ده كله اربعين سانتي فهو عشان من هنا اه عشرين ومن هنا اه عشرين خلاص عشين وعشرين اربعين فاربعين من الاربع متر دي لك التلاتة ستين اللي هي كانت هنا دي خلاص كده طب نفس الكلام ده هتلاقيه تار معاكه هو التلاتة تمانين لكن ده تقريبا هي اربع متر لازم احنا شايفين عشان برضو نفس السبب يعني اللي عمود عرضه عشرين فياخد عشرة مين وعشرة شميعها طبعا هتلاقي做 ما قلتلك ان الكاميرات اللي هنا دي متقربة شوية لكن دي هي اللي فيها فرق شوية ملحوظ بتتكلم في حوالي لو بالكيلو نيوتن يعني ده لو تلاتة وعشرين دي سبعة وعشرين فتا بتتكلم في تلاتة اربعة كيلو نيوتن فرق ده لان هنا اعلى هنا ده كان عشر سنتي لكن هنا بياخد عشرين سنتي فعشرين من هنا وعشرين من هنا بقت الكاميرا تلاتة ستين لكن الكاميرا هنا كان اربعة الكاميرا هنا تلاتة تمانين بتاعها لكن الكاميرا هنا اربعة طب هو الصح ايه? هو الصحة طبعا ان انت عند الكاميرا بتشيل من بعد وش الركيزة. لكن جوا الركيزة كده العمود هو اللي شغال معك مش الكاميرا تمام? فهو الصحة انك تظهر العزوم من وش الركيزة. يعني الصحة انك تظهرها من وش الركيزة. انت بتظهرها من سندر دي تبقى حاجة زي مور كريتيكال شوية ليك بس. واخد بالك. مش اكتر يعني. طيب لما ديجي تشوف بقى النفس المثال ده بس على البلطات المستمرة. هتلاقي ان انت الكاميرا اللي في النص دي. الفرق ده ستة وسبعة ده ستة ويعتبره ستة من عشرة. فانت بتتكلم في فرق واحد مثلا او واحد من عشرة. آآ نفس الكلام القاميرا دي قريبة جدا من القاميرا دي. هتيجي بقى تشوف القاميرتين دول اللي هما هيبقى ظاهر قوي فيهم. ده هنا طالع بواحد وستة من عشرة. ده طالح هنا باتنين وسبعتاشر من مية. يعني ده واحد وعشرين ده طالع خمستاشر كيلو فانت بتتكلم في حدود الستة كيلو لنيتين فرق. ونفس الكلام هتلاقي ان القاميرا بتاعها آآ هنا طبعا عشان مش واصلة هتلاقي ان آآ الطول ده اكبر من ده. عايزك بس اقول الاختلاف كله هيبقى ظاهر اكتر في مش في يعني انت لو جيت شوفت هنا طالع سالب تمانية وستين من مية لكن انا لو جيت وقفت هنا هتلاقي وص على القاميرا دي هتلاقي هنا طالع بكام? بسالب اتنين واتنية. ليه هو? لان هو واخده على السنتر الركيزة مش من الواش. لو هو اخده من الواش هتلاقي ان الليه نفس القيمة دي هي القيمة دي المفروضية. بس احنا عشان مش عاملين آآ مش موقفين القاميرا فالعزوم عندك في بتكون هنا عالية. نتيجة ان النجاتف عالي فبيبدأ يسحب من البوستف لكن هنا النجاتف هيبقى قليل فما بيسحبش البوستف هتلاقي البوستف اكبر بحاجة بسيطة من هنا. وفي المسال ده هتلاقي النجاتف اكبر من النجاتف اللي هنا لان طبيعي طبعا ده متاخد على سنتر الركيزة لكن ده متاخد من الواش. وزي ما قلت لك لو انت اعتمدت نتائج الامثلة بالشكل ده محدش يقدر يغلطك لان هو المفروض العزوم بتتاخد من واش ركيزة وكذلك الشير كمان هيبقى متاخد محسوب زحى في حالة انك تكون مقسم الكاميرات بالشكل ده. بس ده برضو مش غلط ده كريتك لشانك بتزود العزوم وانت شغال بحيس تأمن نفسك مش اكتر يعني. يعني احنا لو جينا شفنا المسال الاخرى كان الفرق ما بينهم ان انا عندي واحدة فيهم مستمرة تمام? اللي كانت نفس اللي احنا شغالين عليها. واحدة تانية متقطعة. ومع انها دخلت جوه العمود ده زي ما انت شايف. بس ما عمول لها فهتلاقي هنا ان ان تطالع معاك بسالب واحد وتسعة من عشر يعني سالب اتنين. هنا بواحد وستة من عشرة بس هنا هتلاقيه هو هنا. بس ان لو جيت وقفت عندي راس العمود هتلاقي معاك هنا بواحد سارة سعين من مية. فانت في الحالات كلها انت ممكن لو انت قادر في انك توقف على وش الكاميرا مفيش مشكلة بس انت دايما هتلاقي الطريقة دي انك تماشيها عادي من السنتر والله ما صالح على سيدنا محمد وتقوم رايح جاي اه اقطعها اقطع الكاميرا عند وتعملها هتبقى ايه اه فعالة شوية معاك برضو اسهل كمان في الرسم. وخبالك بدل ما ينصر العزم عندك في متصف الركيز. ده شكل. يبقى دلوقتي في الفرق كان مرحوظ اكتر في الكاميرات اللي بتاخد افكتيف لينس اه عشرين سنتين بدلا للعشر سنتين من كل اتجاه. وهنا في اللي هنا ده زي ما قلت لك كان اكبر لكن النيجاتف هنا كان اكبر. في دول هنا ما عملش اي فرق ما عملش اي فرق لكن هنا عمل فرق وقسم لك العزم النيجاتف على وش الكيزة لان انا خدت دول قطعتين بدل ما دي كلها كانت قطعة واحدة. بس ده كده الفرق بساطة في العزم. طب احنا لو جينا شفنا الشير. يعني انا بقى لو عازة ابدأ اشوف الشير بتاعي بتاعي القطعة. بالشكل ده. الشير هنا هتلاقي هنا طالع معاك بتاعي ده ستة واربعين من مية هنا طالع باتنين واربعة من عشر. وده طبيعة هيبقى هنا المفروض اقل لان هنا الشير هتحسب زي ما انت شاف كده من وش الكيزة لكن هنا هيه لك لعند السنتر. وخبالك انت حتى لو يعني يعني آآ تاخده ده لكن انت لو بتتكلم بحاجة مسالية لأ هو الشير هيبقى هنا انت جوا العمود ده انت محتاج الشير في حاجة العمود كده هو اللي شغال مش قطعة الكاميرا. ماشي فعندي بعد الركيزة ده خلاص الركيزة هي اللي شغالة. طب الكلام ده لو احنا عندنا المسال ده مستمر هتلاقي الشير هنا طالع معاك بسالب اتنين وهنا طالع. الشير هنا باتنين واتنين بص الشير هنا. هتلاقيه طالع في المنتصف كده. بالشكل اللي انت شايفه ده. طالع تقريبا برضو باتنين ونصف. هيجي في المنتصف هيبقى خلاص الرقم ضعيفية. بالنسبة للشير ده والشير ده الكاميرا دي هتلاقي الشير عليها بخمسة خمسة وتسعين والشير ده عليه بستة فما فيش فيها مشكلة. هتيجي تشوف للكاميرا المتقطعة هتلاقيه برضو ان الشير النتاجه ولا حد ما كلها متقربة. فمش هتفرق قوي معاك يعني زي العزوم بس انت زي ما ده شفت في السنبل هتبقى واضحة اكثر لان هنا ده طالع معاك اتنين واربعة لكن التاني دي كانت طالع هنا معاك اتنين وتلاتة ده كان طالع اتنين واربعة ده طالع تلاتة ونصف في الشير طن. يعني فرق بتاكن في حول عشر كيلو نيوتن. ده بالنسبة للشير. وللديفليكشن احنا قلنا خلاص الموضوع بيبقى الفرق ما بينهم ايه. لو انا دلاتي عايز اشوف بس هل الكلام ده يفرق معايا في ارتفاع الادوار يعني انا جيت عملت كده. حال الاعمدة. يعني لما يبقى الكاميرا الكاميرا على اه وش العمود. حال هيخصمها. يعني انا لو جيت شفت كده. قلت هلاقي اللينس عندي هنا بتلاتة. والافكتب لينس بتلاتة. هلاقي ده بتلاتة. وهلاقي الافكتب لينس بتلاتة. فهو ما يحسش بالقطاع بتاع الكاميرا. انت لازم تدخل هلو مانوال. تمام? طب لو الكاميرا ماشي اصلا صبرت كده بالشكل ده وجيت عملت هلاقي برضو ان هنا اللينس بتلاتة. والافكتب لينس هو كمان بدلات. ما 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 فرقتش معا ما تحسش انها فرقت معا. ما خصمهاش يعني. مش المفوض ان ده الجسور سقطة صحي كده. المفوض ان ده جسر وده جسر يبقى العمود ده مفوض يتحس اصلا ان عليه اي حاجة يا. طب احنا سواني احنا لو عملنا دايفرام. لو عملنا دايفرام. لو عملنا البلاطة دي. ودناها دي واحد مسلا. والبلاطة دي. عملنا دايفرام تاني مسلا كده وقلنا له ده ايه? الديافرام التاني. وبعد كده ابدأ حل. نشوف ده هيفرق حيالة هيحس برضو بالموضوع وهيخصم ولا الموضوع مش هيفرق معنا. هنشوف دلوقتي يعني انا بس اتجاه الال انصب بتاعت العمود. هل هتفرق معنا في حاجة ولا الوضع برضو يبقى كما هو عليه. لو جيت هنا عملت الديتيلز نفس الكلام. تمام? لو جيت هنا عملت الديتيلز. نفس الكلام ما فرقش معنا الحاجة ايه. ممكن بقى لو جيتا جربت الجونة دي افرام يبدأ يحس ان فينا كاميرا. بس هو هنا اخدت بالك. حاسس ان فيه كاميرا. في الموديل ده. ده باتنين واربعة وهو اصلا بثلاثة. فخصم الستين سنتي بتاعة عمك الكاميرا. ما فيش ما هي اي مشكلة. هغلل حط الديافرام. نفس الكلام لو جيت شفت العمود ده. ده ما خصمش لكن اللي في الوسط ده هتلاقيه خصم. طالعا معك عاية باتنين واربعة. لان هو انا شايف ان العمود يمكن حسس هنا لكن مفوض برضو نفس القطاع ده مفوض يبقى نفس بتاعها ده يعني. طب تعالي ناخد القطاع اللي في النص ده لو هو مع لهوش ده هتلاقيه هنا بتلاتة سواء هنا او هنا. هو طبعا لما كانت الكاميرا مرة بالمحور زي ما احنا شايفين كده الكاميرا اللي كانت هنا ده كان مديك الكاميرا دي باتنين اربعة من عشر. فده تبقى احد عيوب بس الطريقة دي ان انت حتى لو انت عندك اكتر من كاميرا مشتركة مع سنتر العمود بالشكل ده يعني العمود ده لو انت جيت وقفت عليه هتلاقي بتاعتك هنا بتلاتة والعمود ده اللي هو مارب بالنص ده لو جيت وقفت عليه هتلاقي مش ده ده جيت وقفت عليه كده هتلاقي عندك باتنين واربعة من عشرة فهتلاقي ان انت فاهم الموضوع بيبدأ يظهر معاك يعني. فمختصرا انت لو حايفت تنمزج الكاميرات سواء نمزجتها جوه القطاع او وقفتها على الوش هيكده كده الكاميرا هيتقري وهيطلع لك عزوم طالما انت مستخدم بس زي ما قلت لك يا الفكرة انك هتقرأ من وش ركيزة والتاني هيقرأ من آآ وكذلك برضو في ازهار الشير الطريقتين يعني ما فيش فيهم اختلاف قوي بين النتائج آآ بس الطريقة دي مزيتها شوية ان هو بيبدأ يخلي العمود ايه آآ يتزبط معاك كده في بتاعه لو بقى ما تزبطش وحتاجة انك تدخلها يهدوي هتوم راح يجيب انت معلم على العمود ومخاصة منه ثوم راح يجيب معلم على العمود كده مسلا وتقول له بتاعي وهقول له مسلا في الزد خليه بستة من عشرة بالشكل ده كده هتيجي تعمل هتلاقي العمود ده هو تظهر لك خط اسود هوا ساعتها ده معناه ان العمود ده تم تخصيم الستة من عشرة بتاعته منه هتيجي تعمل والكلام ده ياسري هنا وياسري هنا عادي هدوم راح جاي معلم هتلاقيها هوت زي ما انت شايف خصام لك بقى باتنين واربعة من عشرة خصام لك من التلاتة متر ستين سنتر بتاعت العمود فساعات انت تدخلها هيدا والبرنامج مفيش مشكلة هوا ما خصامها هاش بس فانت الطريقتين ده الفرق في النتائج والقرار برضو في الاواء في الاخر انا ما قلت لكش لا ده صح ولا ده صح قوي والاتنين النتائج متقربة وتقدر تعتمد عليهم هم الاتنين يا فما تصعبش الدنيا على نفسك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته